السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الرابعة المكثفات 4 إلى 3 توصيل المكثفات على التوازي تستخدم المكثفات في الدوائر الكهربائية لتخزين الطاقة وتفريغها عند الحاجة إليها يوضح الشكل التالي توصيل المكثفات على التوازي حيث نستطيع إيجاد السعة المكافئة للدائرة من خلال جمع سعة كل مكثف فسير كلية CT تساوي C1 زائد C2 واستخدامنا جمع المكثفات في حالة التوازي لأنه عندما يوصل مكثفان معا فإنهما يكافئان مكثفا واحدا بألواح أكبر وكلما كانت الألواح أكبر ازدادت الشحنة الكهربائية التي يمكن تخزينها لفرق جهد كهربائي معين وبالتالي تزداد السعة إذن فالسعة المكافئة لمجموع مكثفات موصلة على التوازي تساوي مجموع سعات هذه المكثفات ويمكن إيجاد الشحنة الكهربائية المكافئة Q الكلية على مكثفين موصلين على التوازي ومشحونين إلى فرق جهد كهربائي V من خلال المعادلة Q الكلية تساوي C الكلية ضرب فرق الجهد V استنتاج السعة المكافئة للمكثفات الموصلة على التوازي يمكن استنتاج معادلة السعة المكافئة للمكثفات الموصلة على التوازي من خلال شحنة المكثف فQ1 تساوي C1 في V وQ2 تساوي C2 في V ويمكن إيجاد الشحنة الكهربائية المكافئة بواسطة جمع هاتين المعادلتين فQ الكلية تساوي Q1 زائد Q2 ومنها فإن Q1 C1 V زائد Q2 C2 V وبما أن الجهد متساوي للمكثفين إذن فQ الكلية تساوي C1 زائد C2 الكل ضرب V ومنها نستنتج القواعد الآتية على المكثفات الموصلة على التوازي واحد فرق الجهد الكهربائي بين لوحيك المكثف متساون فV تساوي V1 وتساوي V2 اثنين شحنة المكثفات الكلية تساوي مجموع شحناتها فQ الكلية تساوي Q1 زائد Q2 ثلاثة تعطي السعى المكافئة بالمعادلة C الكلية تساوي C1 زائد C2 وتكون السعى المكافئة أكبر من أكبر سعه للمكثفات التي تم توصيلها تساوي